هاي هاي يا حلوين يا رب تكونوا بخير وارجعنا لكم تاني مع مارمار لايف ستايل النهاردة هنعمل مع بعض كابسة الجنباري اكلة كده مميزة للناس اللي بتحب المأكلات البحرية سهلة جدا ما بتاخدش وقت فطه دراحية نص ساعة بالزبط هتاكلة مميزة جدا هتاكل جنباري ورز وما قولكيش اديهم مجمعين ادي الطعم روعة والريحة روعة والطريقة ذات نفسية سهلة قوي كل الوصفة دي هتتعمل في حلة واحدة بس يعني مفهاش اي شغل مفهاش اي تعب هتخلص في نص الساعة وهتاكلة مميزة جدا زي ما انت شايفها كده بالزبط يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا بس قبل ما نبتدي لما كنتش اشتركت في القناة ايه وقت انسيت الشرك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل بكل جديد ويلا بينا نبتدي اول حاجة هنعملها هو تحضير الجنباري بتاعنا انا هنا عندي كيلو جنباري فريش المقاس المتوسط ممكن اي مقاس تستخدمين لو عندك الحجم الصغير ممكن تستخدمين المتوسط الكبير اي حاجة عندك جنباري فريش اوكي عندك جنباري فروزن برضو اوكي اي نوع جنباري متوفر عندك في البيت ينفع او في الوصفة دي انا هنا عندي كيلو جنباري فريش انا سالته حلو جدا وجبت معلقتين عصير لمون فريش وحطيت عليهم كمان التوابل اللي هي عبارة عن معلقة توم بودر معلقة كامون معلقة ملح معلقة فلفل اسود معلقة كوركم معلقة بابريكا وفصين توم محروس حطيت كل التوابل دي على الجنباري بتاعي وبدأي تقلبه حلو جدا لو انتي عندك وقت ممكن تسيبي الجنباري في الخلطة دي ساعة ساعتين لو ما عندك ايش وقت زي كده بالزبط هيبتدي على طول تحمير فيه روحنا جبنا طاصة حطناها على البتوجاز على نار متوسطة حطينا فيها تلات معالق زيت وبدأينا ننزل نصف كمية الجنباري نخمرها والغاية ما تاخد لون اصفر كده انا مش عاوزين الجنباري بتاعنا يستوي خالص حلو انا عاوزينه نصف سوى كده يلا ان احنا لسه نحطه على الرز فمش عاوزينه يبقى سوى كامل احنا عاوزينه نصف سوى تادينا نقلبه على الناحيتين لغاية ما ياخد اللون الاصفر الجميل اللي انتو شايفينه ده حشت الجنباري بتاعي كده الجنباري كله خالصا وجاهز على اخر خطوة اللي هي خطوة الرز في نفس الحلة اللي حمرنا فيها الجنباري هنروح حطين فيها معلقتين زيت وننزل عليها بالبصل مفرومة حجم البصلة كان حجمه متوسط ونقلب فيها كده تقلبتين بعد كده هنروح جايبين حباية طماطم كبيرة او اتنين طماطم صغيرين ونقطعهم قطع صغير وننزلهم على البصلة ونقلبهم تقلبتين تاني بعد كده هنروح جايبا معلقة صلسة طماطم وقلبها حلو اوي بعد ما حطينا البصل والطماطم وصلسة الطماطم وقلبناهم حلو اوي مع بعض هنروح جايبين التوابل بتاعتنا التوابل بالزبط نفس التوابل اللي حطناها على الجنبار.يل هيك تعبارة عن معلاقة طم باودر معلاقة كامول معلاقة ملخ معلاقة فلفل اسود معلاقة كوركم معلاقة بابريكا قالت طم حلو جدا بعد كده روحت جيبت الروز بتاعنا الرز بتاعي هنا كان روز بسمتي انا جبت كوباتين روز بسمتي غاصلتهم حلو جدا وصفيتهم من المياه. الرز بتاعي مبيحتاجش ان هو يتنئعه. ومتيالي كل الرز البسميتي مش بيحتاج يتنيعه كتير في المية. بس انت لازم تعرفي نوع الرز بتاعك. بيحتاج اتنية في المية ولا? انا هنا الرز بتاع مش بيحتاج اتنية في المية. بنزله على الخلطة دي. وقلبه حلو جدا وفلفله. بعد ما حس ان الرز بتاعي ده يتفلفل كده حلو. اروح جايبا المية السخنة عليه. المية هنا انا بحط كوبايتين ونصف مية سخنة على الرز. بسيبه الاول على العالي. وبعد كده بوطي عليه واغطيه. لما الرز بتاعنا بتدى يستوي وابتدى يبقى ثلاثة اربع سوى. والجنبري كمان بتاعنا كان ثلاثة اربع سوى. جبت الجنبري وحطيته على وش الرز. ورغت غطيته ووطيت النار على نار هادية خالص. هنسيبه بزبط خمستاشر ديه. بعد خمستاشر ديه هنرفع الغطى بتاعنا ونشوف الرز. لو دقتي الروز ولايتي استوي بكده الكبسة بتاعتك جهزة للتقديم. كابسة الجنبري بتاعتنا استود وجهزة عالتقديم. وقد ايه? هو كان طعمه حلو جدا. انا بالنسبة لي بعد خمستاشر ديه بالزبط الرز بتاعي استوي وكان طعمه جميل جدا. بس زي ما اتفقنا ان الرز بيختلف من نوع لنوع. فانتي لازم انتم بيعارفها الرز بتاعك بيستوي بعد قد ايه بالزبط. انا الرز بتاعي كده استوي بعد ما خطيت عليه الجنبري. وقد ايه هو كان طعمه جميل جدا وجاهز على التقديم. جبت طبع التقديم بتاعي وروحت قلبت فيه الرز وقلبت معاها الجنباري. فيه ناس بتخوش الجنباري تالي بالاول للرز وتروح بعد كده حطى الجنباري من فوق. انا كنت حتى ان الجنباري يبقى في وسط الرز كده يبقى كبسة بجد يعني تحس ان هم كلهم مع بعض فقدي كان شكله جميل جدا. قلبتهم كلهم مع بعض وبعد كده رحت جبت البقدونس الفريش قطعته قطعته قطعة صغيرة وروحت حطيته من فوق. هو ده الطبقة بتاعنا. ده الطبقة الكبسة بتاعتنا. شايفين الطماطم ان احنا قطعنا طماطم قطعة صغيرة جدا. لما استاوت قدت منظر حلو جدا في الطبقة. الطبقة كله على بعض وكده حلو قوي. كل الوصفة دي اتعاملت في حلة واحدة بس. خدت بالزبط في تحضيرها نص ساعة ومقولكيش قدي ايه طعمها جميل. قدي ايه بسيطة? قدي ايه سهلة? وجبة حلوة قوي. بسيطة جدا لو مستعجلين وعاوزين تعملوا وجبة حلوة. الاكلة دي سهلة. اعمليها. وقولي دي ايه رأيك? ولو عجبكي الفيديو ايه تنسي تشتركي في القناة. وتفعلي الجرس عشان يوصلي بكل جديد. واشوفيت مرة تانية مع حاجة جديدة. يلا باي باي.